بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في حديث أمير المؤمنين عليه السلام المنقول في نهج البلاغة عن القرآن الكريم جاء فيه ألا ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم وفي مقطع آخر قال صلوات الله وسلامه عليه وهو كتاب الله فيه نبأوا ما قبلكم وخبروا ما بعدكم وحكموا ما بينكم ماذا في القرآن الكريم؟ لا شك أن القرآن الكريم قد تحدث عن نفسه فقال إن فيه تفصيل كل شيء وتبيان كل شيء وهو بيان للناس بطبيعة الحال ليس المقصود من ذلك استقراء تفاصيل الأشياء فلا يصح لأحد مثلا أن يقول هل أن لون بيتي موجود في القرآن الكريم أو لا وهل أن عدد غرف منزلي موجود في القرآن أو لا وهل أن رقم سيارتي موجود في القرآن أو لا ليس المقصود هذا وإنما فيه تفصيل كل شيء وبيان كل شيء وتبيان كل شيء مما يناسب القرآن ووظيفة القرآن والغاية التي جاء من أجلها القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين في هذا الإطار في إطار الهداية في إطار الإرشاد في إطار الإخراج من الظلمات إلى النور في إطار بناء الحياة السعيدة دنيا وآخرة في هذا الإطار كقواعد عامة يوجد في القرآن ما يطلبه الطالبون من ذلك ما ذكرناه عن أمير المؤمنين عليه السلام ألا إن فيه علم ما يأتي وتحدثنا في حلقة سابقة عن أن من عناصر النجاح في حياة الفرد والأمة التخطيط للمستقبل والتدبير له أمير المؤمنين عليه السلام يقول في القرآن الكريم هناك قواعد عامة يستطيع الإنسان من خلالها أن يخطط لمستقبله بشكل حسن حتى يحصل على أفضل الأهداف والغايات العنصر الآخر الذي يتحدث عنه القرآن الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام وأنه موجود في القرآن الكريم الطرف الآخر من المستقبل وهو طرف الماضي الحديث عن الماضي ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي تعتبر النظرة السليمة للتاريخ وما جرى فيه من أحداث واستلهام العبرة والدروس من هذه الأحداث الماضية تعتبر عاملاً مهماً في فهم الإنسان للحياة وتصرفاتها وأحوال المجتمعات وما يجري عليها فإذا عرف الإنسان ما جرى في الماضي من باب أخذ العبرة منه والتجربة التجربة الإنسانية التي مرت بها البشرية في فترات مختلفة تعرض لها القرآن الكريم واستدعى القرآن الكريم صوراً متعددة عن أهل الصلاح وأهل الفساد تحدث عن الفراعنة وتحدث عن الملأ المستكبر وتحدث عن الباعوريين من رجال الدين المزيفين هذا الثالوث السيء الذي أنهك البشرية في فترات مختلفة وصدها عن سبيل الله سبحانه وتعالى أولئك الفراعنة بأموالهم وسلطتهم وقوتهم وأولئك الملأ المترف بما كان لديهم من قدرات ونفوذ اجتماعي وأولئك الروحانيون إن صح التعبير ورجال الدين المزيفين الذين مثلهم بلعم بن باعوراء وأمثاله هؤلاء كانوا على خط المخالفة مع الرسل والديانات وأوقعوا المجتمعات في غيها وضلالها ودمارها في آخر الأمر تحدث القرآن الكريم عن هؤلاء عن هذه العناصر وبين إشكالاتها وبين دوافعها وبين طريقة عملها في المجتمعات لكي يفضح النماذج المتكررة في هذه الأزمنة قدم لنا كيف يفكر الطاغوت كيف يتعامل مع المؤمنين ومع الأنبياء والرساليين قدم لنا ما هي طريقة الملأ المستكبر والمترف في المجتمعات قدم لنا ما الذي يعمله أولئك المزيفون من حملة الدين الذين اتخذوا دين الله لعباً وخديعة حتى يعلمنا ويعرفنا بالنماذج المعاصرة ما عليك إذن إلا أن ترفع هذه الصفات من فرعون لكي تضعها على فلان المعاصر لك وأن ترفع تلك الصفات التي جعلها القرآن الكريم للملأ المستكبر والمترف لكي تضعها على من شئت من أمثالهم ونظرائهم وتلامذتهم في هذا الزمان في المقابل أيضاً تحدث القرآن الكريم في تجارب تنضح بالحيوية والفداء والإيمان والفضيلة عن تجارب الأنبياء والمرسلين وعن تضحيات الصادقين من المؤمنين وعن علماء الدين الذين كانوا يخشون الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وكانوا مصداقاً حياً لخشية الله ولخوفه ومصداقاً أجلى لتحمل المسؤولية كذلك تحدث أيضاً عن تلك الفئات الاجتماعية التي ناصرت الديانات وناصرت الرسالات وحملت على عاتقها تكاليف الرسالة والفضيلة والتقوى واستطاعت أن تضم المجتمعات وأن تسوقها وأن تؤثر فيها لكي تنتمي هذه المجتمعات إلى رسالة الله عز وجل يقول القرآن الكريم وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين لقد بينا لك يا رسول الله يقول ربنا سبحانه وتعالى قصصنا عليك قصص الأنبياء وأنباء الرسل وتجارب المجتمعات التي آمنت بهم لماذا؟ لأجل أن يتثبت فؤادك لكي يتثبت فؤادك والكلام هنا ليس موجها بالذات لرسول الله صلى الله عليه وآله وإنما نزل القرآن الكريم كما في الروايات في أكثر آياته على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة أنا أتكلم مع شخصاً ولكن المراد من الكلام هو أن يسمع شخص آخر المقصود أن المسلمين في مختلف أدوارهم يتعرفون على هذه التجارب فإذن كما أن في القرآن الكريم علم المستقبل والتخطيط له كذلك أيضاً فيه علم ما مضى الحديث عن الماضي تقديم التجارب تقديم التجارب المناسبة لحركة الإنسان الإيمانية وأيضاً وفيه دواء دائكم الأدواء الاجتماعية والأمراض الاجتماعية متشابهة مثلما أن الأدواء الفردية والأمراض الفردية متشابهة لذلك يتقدم الطب البشر عندما يجرب الدواء على عدد من المرضى فيصل إلى نتيجة أن هذا الدواء يشفي من المرض الفلاني لا يضع دواء لكل شخص من المرضى وإنما بعد تجربة الدواء يتبين له أن هذا المرضى بهذه المواصفات ينفع فيه العلاج الفلاني المعين فيصف الطبيب هذا الدواء لكل من كان لديه هذا المرض الأمراض الاجتماعية أيضاً متشابهة الأمراض النفسية متشابهة الأمراض الأخلاقية متشابهة تحتاج إلى دواء واحد أو دواء متقارب في القرآن الكريم يقدم لنا القرآن الكريم دواء لأدواء لأدواء مجتمعاتنا يقدم لنا تجربة مجتمع إسرائيلي مثلاً خضع للتضليل وكان علاجه في الوعي والمعرفة جاء السامري وأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار وحرف مسيرتهم وكان ذلك من باب التضليل والتزوير على المجتمع الإسرائيلي وعلاج ذلك هو في الوعي والمعرفة هنا نستطيع أن نستفيد هذا الدواء علاجاً لجهل مجتمعاتنا وهكذا سائر الأمور هذا الأمر الثالث الذي هو موجود في القرآن الكريم وأيضاً ونظم ما بينكم يحتاج المجتمع إلى أنظمة في السياسة والإدارة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وغيرها من المجالات لا يمكن أن يكون هناك مجتمع لا تحكمه أنظمة إذ يصبح آنئذ فوضى غير أن الأنظمة تختلف في جودتها باختلاف مصدرها فالأنظمة التي تأتي من التجربة البشرية وإن كان فيها بعض النفع بناء على تجربة الإنسان لهذه الأنظمة إلا أنها بالنتيجة تكون خاضعة لنقص مقننها ومصدرها وهو الإنسان أما إذا كان النظام صادراً من رب الخلائق العالم بما توسوس للإنسان نفسه وأنه أقرب إليه من حبل الوريد هذا النظام لا شك سوف يأتي أشمل وأوضح وأفضل من بقية الأنظمة البشرية القرآن الكريم فيه مئات الأحكام التي تعبر عن نظام في المجتمع أو الأخلاق أو السياسة قول الله عز وجل ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً في تكريس الإستقلال السياسي والاقتصادي للمسلمين وعدم الخضوع للتبعية السياسية مثل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف أو في آية أخرى عاشرهن بالمعروف الذي يعتبر نظاماً عاماً للحياة الزوجية والأسرية أو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وفي آية أخرى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم في تنظيم الحياة المالية والاقتصادية وهكذا غير هذه الآيات التي تتحدث عن أنظمة اقتصادية مرة واجتماعية أخرى وسياسية ثالثة لكي يستفيد الإنسان منها ما ينبغي أن يستفيد هذا بعض ما في القرآن الكريم مما يهدي للتي هي أقوم يقول أمير المؤمنين عليه السلام ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة القرآن الكريم وانتهاج طريق أهل البيت عليهم السلام إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر